شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات في جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن أطراف بلدات شبعة وكفرشوبة وحل تتعرضت لأكثر من 150 قذيفة إسرائيلية وأسبق ذلك سلسلة غارات للطيران الإسرائيلي أصفرت عن تدمير منزل في شبعة ومنزلين في كفرشوبة وأضرار في أكثر من 35 منزلا كما قصفت مدفعية الاحتلال محيطة منطقة باب الثانية في بلدة الخيام واستهدفت بلدة يارون بالقذائف الفسفورية والقنابل المضيئة ما أصفر عن اندلاع حريق